خدع لتسهيل نشاطات الحياة اليومية الجزء الأول استعمل الجاروفة لملء الأوعية التي لا تتناسب مع حجم الحوض هل تريد حاملة كتب طبخ غير مكلفة؟ استعمل الشماعة التي نضع عليها الملابس كالبناطيلة وغيرها استعمل دبابيس الورق لإصلاح قواعد لوحة المفاتيح المكسورة قم بلف منشفة ورقية أو ورق مبلل حول زجاجة الشراب وضعها في فريزر الثلاجة وفي حوالي 15 دقيقة سوف تكون مثلجة بالكامل نظف علبة دهان للشاطئ قديمة لديك وضع بها هاتفك وأموالك ومفاتيحك أيضا حتى لا تتم سرقتها خلال رحلتك للشاطئ استعمل الدبابيس الورقية لتنظيم الكابلات الخاصة بك وحفظها هل اقتربت من إنهاء وعاء النوتيل الخاص بك؟ قم بإنهائه مع الآيس كريم قم بثني حفة الإناء وتغيير شكلها لزيادة السعاتيلة لكي تزيل الورق الذابلة من الفرولة أو القطعة التي في الأعلى استعمل قشة أو بلاستيكة كما في الصورة هل نومك ثقيل ولا يفيدك نظام الغفوة في منبه هاتفك؟ استعمل خدعة الهاتف الذكي في الكوب ليكون الصوت عال ومزعج استعمل ضوء هاتفك الخلوي تحت زجاجة مياه لتعطي فانوسا يوزع ضوء أفضل من الشعاع المباشر أضف ملعقة صغيرة من صود الخبز وسوف تجعل غطاء البيضة مثلا يزال بسهولة وبلا جهد الإسفنج المنقوع والمتجمد والموضوع في كيس يصنع صندوق ثلج والذي لن يقوم بالتنقيط والتسريب عندما يذوب أبدا أزل أسنان السستة المعلقة بواسطة قلم رصاص جرافيت لإصلاحها الطريقة الصحيحة لعصر ليمونة هي العصارة اليدوية اكسر الجوز كجوز الهند وخلافه على سطح خشبي مهترئ لتسويته خبئ مال الحالات الطارئة في علم صغيرة لتساعدك في إجازتك استعمل حرفا معلما من الحروف الخاصة في الباسورد الخاص بك حتى لا يستطيع أحد أبدا تخمينه وهو أيضا سهل الكتابة إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بعمل لايك وشير وسبسكرايب